اشتركوا في القناة 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 ومرة يعني يالله تمسكينهم يالله بالقوة علشان يدرسون طبعا من ابن الناس اللي يحبون سحب الأجهزة وتسكير التلفزيون ومدري إيش لا لكني مرة مرة حتى أطلع صراحة من البيت ما أقدر أطلع من البيت إلا مثلا بعد ما أخلص الجزء اللي نمحددته لهم يعني في اليوم أنهم يذاكرون أو كذا الله يعينه معاد يسهل أمرهم وإن شاء الله يجبونه على الدرجات ويوفق أولادي وأولادي المسلمين أجمعين اليوم عاد شوي عندي تنظيفات قد خليني أن نظف رسالة الصحون من زمان ما نظفتها صراحة نظفتها الحمد لله يعني عشان نظفها بصفة مستمرة فما احتاجت يعني ذاك المجهود لكن هذا حتى الصفاية تقريبا يا بنات أنا يوميا أنظفها أطلعه بعد ما أخلص مغسلة وأشيل الموجود فيه ونظفها وأحرصوا دايما أنكم تحطون الملح لحق الغسالة وتنظفونها وفيه بعد نقطة يا بنات أنا بعد جدا أحرص عليها أني لما أحط المواعين في غسالة الصحون لازم تكون المواعين ما فيها أي بقايا طعام هذا ما شاء الله يا بنات ريزيد بعمر الغسالة الصحون عندك مرة نفرغيها من أذكر يعني واحدة كنت قلت لها قالت لا وش الفايدة أجل يعني لبقى نفرغها طبعا ما تعيش صراحة عندك حتى هي هذه أذكرها قالت لي أنها خربت عندها أكثر من مرة أحس أنها الأفضل أنك تفرغين الصحوم من البقايا الأكل علشان ما تنسد يعني الغسالة وتخرب سرعة أنا هذه ناظرتي صراحة المهم عاد أقول لكم نظفتها اليوم تنظيف دقيق لأن مهما كان سير باقي يتجمع فيها أملاح على الجوانب الغسالة لأن تعرفون يعني مكان رطب وكذا فنظفتها مرة مسحتها وخلصت زي ما تبشايفين طبعا فوطة هذه نظيفة مرة جديدة أنا ما حب استخدم شيئا قديمة أشتريهم ببنات كمية كبيرة أشتري من خمسة التوفير كلما أروح أجيب كمية من هذه الفوط الصغيرة لأني أحس أنها خلاص هي بسرعة تنكرف يعني بعد كذا تقريبا على تمام الشهر كذا خلاص أرميهم وأروح أجيب فوط جديدة من هذه النوعية هذه الخفيفة أو أني أستخدم المنادي للرول يعني دائما بعد إذا ما كانت عندي هذه الفوط أنا أستخدم منادي للرول اللي خاصة بالمطبخ أشوف بعد إبناتي كثير بعد حتى أنا بعد إلا استخدمتها فترة اللي هي منادي لهذه المبللة مرة بعد حلوة للتنظيف خاصة زي كذا الفورن مراية الفورن المكرويف مرة يطلع يلمع أحسن من الفوطة صراحة بس الحمد لله ما أخذ مني وقت أبدا وأنا كنت أصليح الغداء العيالي نظفت غسالة الصحون ورجعتها مكانها اللهم لك الحمد لك الشكر وبس حدي بنات هذا غداء أنا بعد صار جاهز سويت اليوم العيالي مرقوق مع لحم قللت مرة الخضار لأن عيالي ما يرغبون مرة الخضار فبس حطيت شوي بطاطس وحطيت لحم وكم حبت كذا الجزار وكم حبت كوسة رحت عادة أنا كنت طالعة تقبضة فجبت الوسن إغراءات يعني عشان المذاكرة جبت لها في شار تحبه هذا اللي في التوفي وبدأينا نذاكر قسمنا المواد يعني عشان ما تمل تقريبا نخلص باليوم فصل فصلين بالرياضيات وعنت تعرفون هي أول سنة يكون عندها اختبارات فمرة نفسية مم مرة مم متعودة يكون عندها التزام واختبارات وبس يا بنات هذا اللي كان عندي أشوفكم بالفيديو الجاي ومع السلامة يا بنات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر